السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد على القناة كانت منا يلقاكم في احسن صحة وعافية كنت حطيت لكم واحد الفيديو خاص رخصة رخصة البناء وجميع الاوراق اللي كانت جتني اسئلة كثيرة على تكلفة المهندس المعماري يعني مزافة الناس بغاو يعرفوا التكلفة دي المهندس المعماري والتكلفة دي الوثائق دي اللغصة البناء فانا قبل ما ننزلكم هذ الفيديو اللي كيخص التكلفة يعني غايكون الفيديو القادم ان شاء الله فهذا الفيديو غدا نعطيكم كيفاش تحسبوا المتخ كوفير او المساحة المغطاة لان هذ المساحة المغطاة عندها علاقة بالتكلفة ديال تصميم من طرف المهندس المعماري وكذلك غنعطيكم فكرة على الفرق ما بين المساحة المغطاة يعني طريقة اللي كيحسب بها المقاول مني كنكونوا بغنعطوه مثلا الخدمة ما باليد او بسلعة فهو تحسب لنا المساحة المغطاة فالطريقة ديالو كتختلف تماما على الطريقة كيفاش تحسب المساحة المغطاة او المتخ كوفير بنسبة المهندس او بالنسبة التكلفة ديال رخصة البناء ففي هذا الفيديو غنعطيكم توضيح شامل على طريقة حسابة حساب المتر كوفير وكيفاش تحسب من طرف المهندس او من طرف المصلحة الخاصة باداء واجب رخصة البناء وكذلك من طرف المقاول اللي كنتم مقابلين للبناء تابعوا معي الفيديو ها يكونوا فيه جميع التفاصيل كمالعدام لا تنسونيش باللايك اللي عجبكم الفيديو الى كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة شفتوا المحتوى ديالك اشتراك اشتركوا فيها وضغطوا على الجرس باش توقعوا دائما توصلوا بكل فيديو جديد سوف نشرح لكم بطريقة مفصلة كيفاش تحسبوا المتر كوفير خليكم معا اذا سوف نتسمد على هذا التصميم او هذا البلان باش نشرح لكم عليه كيفاش كنحسبوا المتر كوفير او المساحة المغطاس اذا بنسبة لها التصميم هادا بلونت فونداسيان او تصميم الاساسات ديال بوقعة تكون من سفلي وطبقين ار بليس 2 اذا نريد ان نحocy بالمتر كوفير بالنسبة ل المقاول ي تحسب هاد لي فونداسيان او من قليل بنسبة المهندس المعماري او الدريبة في النهاية الأشغال او الرخصة الفاندان بالنسبة للحساب ديال متر كوفير بالنسبة المقاول ف tighten. ضربوا البقعة يعني الطول دياله في العرض دياله. بعد ما تكون على شكل مربع يعني كنضربوا الجهتين. بحال هنا مثلا عندنا عشرة اثنين وخمسين في الواجهة. اعلى تسعود واحد وخمسين في الجهة الاخرى. فكنضربوا عشرة اثنين وخمسين في تسعود واحد وخمسين. نتعطينا تقريبا مئة متر مربع. اذا بالنسبة لحساب ديال المقاول غدي اخد هاد مئة متر مربع وغيدربها في نصف التكلفة ديال المتر مربع مغطى. لانه غالبا بالنسبة لطبلة العادية ديال اير بليس دو. كتكون بخمسين في المئة او ممكن ياخد خمسين متر مربع عواد ما يحسب مئة متر مربع ويضربها في ثمن المتر كوفير. باش غينحصلوا على التكلفة ديال المقاول بالنسبة لفونداسيون او بالنسبة الاساسات. اذا بالنسبة للطبق السفلي. اللي لحتوا معايا هنا الطبق السفلي عبارة على السفلي تجاري. وهنا كنا البقعة فيها واجهة واحدة ولكن ما يكونش لاكور في السفلي لان السفلي تجاري اوتوماتيك مو لاكور تيكون في الطبق الاول. اذا بالنسبة اللي بغينا نحسبه المتر كوفير او المساحة المغطاة بالنسبة لطبق السفلي واللي هو كي حسبه المقاول والمهنديس كي نحسبه في لخصات البناء وكي تحسب في ضريبة نهاية لشكل الأشغال ف غنضربه الطول في العرض ولكن dancings牛 ماشي دي المساحة الديل السفلي ولكن المساحة دي لطبق الاول لان نحسبه الدالس. فهburgh 2310 مجموزت نس prayers for me خلصنا اتاح شرع نشوف Boozer دائما تنحسبو الدالس يعني لا نحسبوش الارض اللي دي للسفلي وانما الدالة دي للسفلي اذا هنا اللي نريعنا الطابق الاول غلقوا هو هذا يجب عليها البروزات. يعني البروزات دائما تكونوا على حساب كي يتشغل او يفتر تحملات دية المنطقة. لاحظوا معي هنا. هناك البروز ديال واحد متر على ثلوتين ديال الواجهة. بعض مرتك يكون البورز على الواجهة كاملة او ثلوت ديال الواجهة. اذا هنا عدنا البروز على ثلوتين ديال الواجهة. والبروز بمتر. اذا هنا يمكننا دربها في هذا المساحة. ديال اللي عدنا فيها البوروز. اللي بغينا نحسبوها. عدنا هنا يلواجهة كما كتلاحظوا معي فيها عشرة اثنين وخمسين. غنحيدوا منها المساحة ديال هاد الماكة للمبارش يعني عدنا واحد زائد جوش تلاتة ثلاثة ونص يدان اذا حيدنا عشرة ونص حيدنا منها ثلاثة ونص تقريبا غتبقى سبعة. اذا عدنا سبعة المتر ديال البروزات. اذا غنرجعوا لطابق الصفلي باش غنحدوا المساحة المغطاس. عدنا المساحة ديال البقا هي مياه زائد سبعة ديال البروزات هي مياه وسبعة متر مربع. اذا هذا هو الحساب ديال المساحة المغطاس بالنسبة للطابق الصفلي. عمشو نشوفو الطابق الاول. غنحسبو المساحة المغطاس بالنسبة للطابق الاول. اذا كيف كتلاحظوا معي هنا يا بالنسبة الطابق لاول راب فيها واحد لا كور او واحد ساحー استهوية. بالنسبة للا كور راب فيها المساحة ديالซو الرابعة على ربعة معي هنا غن Unreal values coloca الميساحة المغطاس غنحيدوا من هم المساحة ديال اللا كور لان اللا كور ما ستكونش عنده قدالة وبطبيعة الحال غنحيدوهم من المساحة. إذا بدأنا Cohen حدا مساحة ديالطابق اول مساحة المغطاس او لماذ liv? فيغاً؟ بعل المساحة ما ديالطابق الاول فاحنا اضع اضع الطبق الثاني لنشوفة اختلاف اضع بروز ازيد او ناقص اثنة اضع الطابق الاول بحلو بحل الطابق الثاني. سوف نحضر المساحة ذلك الطابق بل حال مضحها. سوف نحيط المساحة لانه لا يوجد طالة. بالنسبة للمقاول سوف يحسب هذا الحيط فقط. يعني هذا الحيط ديال الجناب ديال اللاكور سوف يكون طالع حصل الطابق ثاني. فسوف يحسب هذا الحيط او المتخ مربع. سوف يزيده في التكلفة. ولكن بالنسبة للمساحة المغطس لا تكون داخلة فيها لاكور. اذا المساحة المغطس سوف تكون هي 107 اللي حسبنا بالنسبة للطابق السفلي. وغل نقص منها 16 متر مربع بالنسبة للمساحة ديال اللاكور. وبالتالي فالمساحة المغطس او المتخ مكوفيغ ديال الطابق الاول هو 91 متر مربع. والمساحة المغطس ديال الطابق الثاني هي ايضا 91 متر مربع يعني بنفس طريقة ديال الطابق الاول. بنسبة الطيغاس او السطح فحنا غنحسبه المساحة المغطس ديال هاد المكان اللي هو بيت الدروج او كرش ديسكالي لانك تكون فيه الدالة وهو غيكون داخل في المساحة مغطس لبغينا انحسبه غمشو نشوفوا المساحة ديال الدروج اذا هنا ان لحظتم معايا الدروج في هما هنا يا متر على متر هي فيج وز hur60. 20 هي فيجوستين 20 ديال هاد الحيط و Traditional الات 20 ديال هاد الحيط هي 40 العليو 60 هي 3 متر. الجيال الالجيال اخرىầ. فهنا متر وهنا متر هي جوجة متر 90 هنا هي جوجة 90. و 20 و 40 هي 33 ثلاثة 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 ثلاثةART في الس eachو مماغر استفأ Rouboil الدروج او كاش ديسكالية. اه بالنسبة المقاول بالاضافة لهذه المساحرة تحسب هات الصور ديال اسطح او السلسلة ديال اسطح ما كتتحسبش في رخصة البناء وعند المهندس ولكن بالنسبة للمقاول فتيحسبها اون متخلين ياغي الا كان العلو دياله ما كيفوتش مترو وعشرين تيتحسب هاكا داير يعني اون متخلين ياغ يعني كنحسبوها داير وكنضربوه في تمال متر لينيان على حساب تمال لغاية دير المقاولة لكن فايت مترو عشرين فكيتحسب بالمتر مربع اما بالنسبة المهندس وبنسبة لرخصة البناء فما كيتحسبش كذلك بالنسبة لها دبيت الدروج اللي حسبنا المساحة دياله تسعود فاصيلة تسعود غالبا المهندس ما تيحسبوش الا في حالة نادرة ولكن بالنسبة لرخصة البناء والضربة ديال نهاية الاشغال فكيدخل في حساب التكلفة. اما الصور كيف سبق وشرحت لكم فكيتحسب فقط من طرف المقاول. اه الحساب ديال المتر كوفير او المساحة المغطة سيكون على شكل تالي مية وسبعة ديال طابق صفلي زائد واحد وتسعين ديال الطابق الاول زائد واحد وتسعين ديال طابق تاني زائد فاصيلة سعود ديال بيت الدروج او كاج ديسكارية غير اعطينا في المجموع ميتين وتمين وتسعين فاصيلة سعود متر مربع. اذا هذه هي المساحة المغطة اللي عدنا بالنسبة لهاد البقعة اللي اخلناها كنمودج وهذا هو المساحة اللي غا تعتمدوا عليها لو ك لك بديو تتعرسل هذا أفريضا مع الناس الأفريضا لكم الخاصة في الصندوق الوصف تحت الفيديو. كذلك هذه المساحة اللي غا تعتمدوها. لابدتو تحسبو المبلغ ديال تصميم الهندسي اللي غا نتكلم لكم على التكلفة دياله بشكل مفصل في الفيديو القادم ان شاء الله. اما بالنسبة المقاول فبالاضافة لهذه المساحة اللي حسبت معاكم كيزيد واحد الخمسين في المياه ديال تكلفة ديال الفونداسي او الاساسات يعني مثلا هنا القيناة مئة متر مربع غا تحسب خمسين او نحسبوها مئو نضربوها في نصف تمان ديال متر مربع اذا هنا يا غا تضيفو خمسين متر غا تعطينا المساحة المغطاس بنسبة المقاول هي تلتمية وثمين واربعين فاصلة سعود متر مربع اذا هذي المساحة اللي غا نضربوها في تمان المتر اللي غا يدير مع نسوها غا يخدم معنا بباليد العاملة فقط او البيد عاملة مع السلعة بطبيعة الحارة غا يضيف لهذا التكلفة التمن ديال السور ديال السطح او السسرة وكذلك تمن ديال الحيط ديال اللاكور كان هادا هو الفيديو ديال اليوم اللي كانت مننا يكونوا في دون الاعجاب ديالكم الى عندكم اي سؤال او استفسار خليوا لي في التعليق وان شاء الله نجاوبكم كما العادة ما تنسوني شمون اللايك والبارتاج هبطوا دابد بضعوا اللايك ديال الفيديو قبل ما تنسوها وإلا كنسوا اول مرة كتشفوا القناة شفتم محساوة دياله انه وكيستعج الاشتراك اشتركوا فيها وضغطوا على الجرس باش تبقوا وتوصلوا بكل فيديو جديد دمتم في رعاية الله الى فيديو قادم ان شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة